بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى الحقيقة هذا السؤال قل ما نفكر فيه مع العلم أنه ينبغي على كل واحد منا أن يبحث عن إجابة لهذا السؤال كيف أتعامل مع هذا الإله العظيم الذي خلقني ورزقني وأعطاني الصحة وأعطاني العقل وأعطاني نعمة البصر ونعمة السمع نعم كثيرة أنعمها علي هذا الخالق العظيم عز وجل كيف أتعامل معه أول شيء أيها الأحبة يجب أن تنظر نظرة نظرة إيجابية لهذا الأمر يعني أول آية في القرآن ما هي بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالرحمة لا يوجد فيها عذاب الحمد لله رب العالمين الربوبية الرب هو الإله المسيطر المتحكم كرر وقال الرحمن الرحيم ثم قال مالك يوم الدين الملك لله وذكرك أن هناك يوم اسمه يوم الدين يوم الحساب كل إنسان يحاسب بدقة ولا يظلم الله أحدا ولا يمكن أن يضيع لك ذرة عند الله ولا عند البشر إنسان سرق منك ذرة الله سيردها لك يوم القيامة اهدنا الصراط المستقيم هذا الإله هو الذي يهديه إذن انظروا أيها الأحبة سورة الفاتحة ليس فيها عذاب ليس فيها تحذير ليس فيها مثلا تحذير من عقوبة أو خوف أو كذا الرحمة والربوبية والملك مالك يوم الدين فإذن أنت يجب أن تنظر أول شيء أن هذا إله رحيم يحب لك الخير يريدك أن تكون من خاصته يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لكل شيء أهل أهل أنت لديك أهل أنا لدي أهل العائلة الأولاد الأهل يعني وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته يعني الذي يقرأ القرآن ويحرص على حفظ القرآن ويحرص على تدبر القرآن ومعرفة معاني القرآن والعمل بما جاء في هذا القرآن ويستجيب لأوامر القرآن يحب أن يسمع القرآن ينام وهو يستمع إلى القرآن يستيقظ وهو يفكر بهذه الآيات إذا استمع لآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مباشرة ينتهي عن الكذب استجابة لأمر الله إذا سمع آية قل للمؤمنين يغض من أبصارهم يغض بصره على الفور يستجيب هؤلاء هم أهل القرآن هؤلاء هم أهل الله وخاصته خاصته يعني الفئة القريبة منه يعني الملك يكون له خاصة ليس حاشية الحاشية تكون كبيرة أحيانا بالمئات ولكن الخواص قد يكون أربعة خمسة سبعة ثلاثة الخواص فهؤلاء أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من الخواص الذين اختصهم الله بالقرآن ورضي عنهم واختارهم طيب بما أن النبي أخبرنا بهذا الحديث وبما أن القرآن موجود بين أيدي كل البشر إذن الله يريد كل واحد مننا أن يكون من خاصته وعلمنا كيف نصبح من خاصته إذن أول شيء أنا أتعامل به مع الله عز وجل أن أفهم من هو الله لكي أفهم من هو الله يجب أن أفهم القرآن لا يكفي أن أقول أنا أحب الله من هذا الإله الذي تحبه لا أعلم ما هي حدود علم الله لا أعلم طبعا علم الله ليس له حدود ولكن يجب أن تتدبر هذا القرآن وتفهم وتدرك من هو الله عز وجل إذن أيها الأحبة التعامل مع الله أول شيء يجب أن تعلم من هو الله تطبق ما أمرك به الله يعني أنت إذا كان لديك أب تحبه وغالي عليك غالي على قلبك أو على قلبك هذا الأب يقول لك يا بني يعني إذا سمحت مثلا لا تدخن لأن التدخين يضر وكذا وأنت تحب هذا الأب هل تدخن لا تطيع أمره حبا به فنحن أيها الأحبة أفضل طريقة للتعامل مع أوامر القرآن أن ننفذ هذه الأوامر حبا في الله عز وجل ورغبة بما عند الله وخوفا من عقوبته أيضا ولكن يجب أن تغلب عليك المحبة يجب أن تبحث عن لقاء الله يجب أن تكون حياتك كلها ملخصها كلمتين لقاء الله تنتظر هذا اللقاء طيب والإنسان عندما ينتظر اللقاء الله يعني بعض الناس يقول لك أنا أخاف من الموت أخاف من اللقاء إلا أخاف من الآخرة أخاف كذا طيب يا أخي الآخرة أفضل من الدنيا بعد الموت لا يوجد خوف انتهى الخوف لا يوجد حزن لا يوجد مرض لا يوجد وباء لا يوجد من تخاف منه أصلا أو من يسيطر عليك الملك فقط أنت علاقتك مباشرة مع الله بعد الموت الآن أنت تتعامل مع فلان وفلان وفلان ولديك حاجة عند فلان وتحمل هم كيف تقضيها ولديك هنا حاجة عند آخر ومشكلة مع فلان ومشكلة في بيتك ومشكلة فأنت مضطر للتعامل مع كثير من الناس ومعظم الناس يخذلونك هذا واقعنا اليوم للأسف ولكن بعد الموت هناك إله واحد تتعامل معه فقط بعد الموت لا يوجد شيء اسمه خوف هناك جنات تجري من تحتها الأنهار أنت سوف ترى مقعدك من الجنة ترى هذه يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ترى هذا النعيم إذن لقاء الله شيء جيد لماذا أكرهه لماذا أخاف منه فيجب أن تتقرب من الله وتظن وتعتقد أن الله قريب منك جدا أقرب أقرب إليك من نفسك وأن هذا الإله يريدك أن تكون قريبا منه يناديك ويقول لك تعال اقترب من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا الحديث القدس المشهور يعني أنت إذا فكرت قليلا أنت تقترب من الله الله يقترب منك أكثر إذا ذكرت الله أمام إنسان ذكرك الله عند الملائكة في السماء في الملائكة الأعلى إذا إذا يعني قلت يا رب يجب أن تعتقد أن هناك إلها سميعا بصيرا عليما قادرا على الاستجابة ولكن أو قادرا على إجابة الدعاء ولكن بحكمة ما هي الحكمة أنا لا أعلم أنا كثير من الأشياء أتمنها وأدعو الله يا رب حقق لي هذا الأمر لا يتحقق وأنتظر أحيانا سنوات سبحان الله بعد ذلك يتحقق هذا الأمر أو لا يتحقق ويكون فيه خير يعني أنا ذات مرة هممت بالسفر إلى مكان معين واتبعت كل الوسائل ودعوت دعوت الله ولم يؤسر لهذا الأمر ولكن تبين بعد ذلك أن هذا السفر فيه شر وفيه ضرر وسيسبب مشاكل كثيرة أنا لم أعلمها إلا بعد يعني سنوات من هذا الأمر فإذا هنا هل أقول أن الله لم يستجب دعائي أم أقول أن الله يحبني لم يستجب دعائي لأنه يحبني يا رب أرزقني أموالا كثيرة مثلا هذه الأموال ستطغيك يمنعك الله منها خوفا عليك الله لا يخاف طبعا نحن نتحدث بلغتنا نحن البشر يريد لك الخير يريدك ألا تطغى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء قدر يعني قد يعطيك القليل ولكن هذا القليل يكفي لأن يصلح حالك إذن أحبتي في الله التعامل مع الله لا تستطيع أن تتعامل إلا إذا علمت مع من تتعامل ولا تستطيع أن تعلم من هو الله إلا إذا قرأت القرآن وتعمقت بالقرآن وتدبرت القرآن وأصبح القرآن هو الهاجس المسيطر على حياتك لأنك بالنتيجة ستموت وستتحول حياتك كلها فيما بعد الموت إما إلى نعيم دائم أو جحيم دائم والعياذ بالله وستجد نفسك في مواجهة هذا الإله العظيم ثم الله عز وجل إذا أراد أن يعطي عبدا والله أيها الأحبة يهيئ له كل الكون لخدمته وإذا أراد أن يمنع عبدا لو اجتمع الكون كله لا يستطيع أن ينفع هذا الإنسان ولا بذرة إذن أحبتي في الله باختصار القرآن هو طريقك إلى الله آيات القرآن وتعاليم القرآن هي التي تعلمك كيف تنظر إلى الله نظرتك إلى الله تعاملك مع الله ظنك بالله ماذا تظن بالله كل هذا موجود في القرآن الكريم فإذا احرص على حفظ القرآن وتدبر القرآن وأن تجعل القرآن رقم واحد في حياتك لا أن يكون رقم ثلاثة أو أربعة رقم واحد يعني أهم من كل شيء وستجد أن بقية الأمور أصبحت سهلة جدا يعني أنت تدرس الآن فكر أن تجعل القرآن رقم واحد ستجد الدراسة أصبحت سهلة وميسرة أنت تعمل وتطلب الرزق اجعل القرآن رقم واحد في حياتك سيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب والله تعهد بذلك لم يقل لم يقل سنختم بهذه الآية الله لم يقل من يعمل أكثر ويخطط أكثر يرزقه أكثر هذا الكلام غير موجود أصلا في القرآن الرزق ليس له علاقة بالعمل لا من قريب ولا من بعيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ربط الرزق بالتقوى وربط الرزق بمشيئة الله يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إذن أخي الحبيب أصلح علاقتك مع الله توجه دائما إلى الله سلم أمرك إلى الله وقل يا رب أنت تصرف اكتب لما تحب اهدني لما تحب أرزق أرزقني بالطريقة التي تحب والله أيها الأحبة ستجد أن هذه الدنيا انقلبت أمامك فرحا وسرورا وطمأنينة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم اجعلنا منهم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته